أكدت سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات أن قيادة الدولة الرشيدة تضع المواطن في صدارة الأولويات كونه أغلى وأعز ثروات الوطن وبه تواصل الإمارات ترسيخ صدارتها ومكانتها بين دول العالم المتقدم ونوهت سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو ضرورة الأخذ بكل المبادرات والبرامج المبتكرة اللازمة لصناعة الكوادر الوطنية ذات القدرات العالية في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والمهنية والقادرة على تلبية متطلبات تقدم الحضاري الذي تعيشه الإمارات في قطاعات العمل والإنتاج كافة جاء ذلك في كلمة سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثا بن سالم الشامسي وزيرة دولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الحفل الختمي للمسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023 التي نظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني خلال الفترة من الثالث عشر إلى الخامس عشر من مارس الجاري حيث فاز أربعة عشر مواطنا ومواطنة بالذهبية وثمانية عشر بالفضية وواحد وعشرون بالبرونزية ليتوجوا بجدارة بجوائز الدورة الرابعة عشر من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023